أطراف النزاع في السودان مدعوة إلى الامتناع عن كافة أشكال العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ذلك ما دعا إليه تسعة من أصل خمسة عشر عضوا في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك البيان الذي تلاه سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لافوينتي باسم بلاده وكل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا والقابون وغانا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا شدد على ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير ولقي سبعة محتجين مصرعهم وفق ما كشفت عنه مصادر طبية شكرا